يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر في حكاية تبدو لذيذة بالنسبة لها حلوة جميلة هتساعدنا ان شاء الله بإذن الله في مباراة بوتسوانا اللي هي أصلا في الأصل سهلة بس الشكلها بتتسهل أكتر منتخب بوتسوانا كان عنده قص كان بلعب مباراة في موريتانيا كان عنده طيارة خاصة معاه الطيارة حصل فيها تقريبا مشكلة ما عرفوش يرجعوا لبوتسوانا عشان يلعبوا مباراة منتخب مصر حتى هذه اللحظة هما ما تحركوش من موريتانيا ولسه ما وصلوش بوتسوانا أقل من 48 ساعة على مباراة منتخبنا الوطني بالتأكيد العاطلة دي هتعمل لهم مشكلة حتى خليهم مش جاهزين لفنيا ولا بدنيا وكده كده ما كناش محتاجين ده بس يعني ها يلا دي على دي وتبقى المباراة سهلة ناخد النقطة السادسة وتبقى الأمور سهلة في التصفيات وكده كده برضو هي الأمور في الأصل سهلة في التصفيات إن شاء الله بس حاجة على حاجة بتخلي الأمور فيها تفاول والأمور تبقى سهلة منذ لحظات عرفنا إنه فيه انفراجة في قصر الطائرة الخاصة بالنسبة ليه المنتخب البوتسواني في الدولة بوتسوانا ببعته طيارة خاصة أخرى عشان تنقل الفريق وبيقولوا إنه خلاص بكرة بشكل طبيعي الفريق هيبقى في تدريباته قبل 24 ساعة من المباراة وهيبقى فيه مؤتمر صحفي طبيعي للمدير الفني البوتسوانا وانا هو مؤتمر صحفي بطبيعة الحل المدير الفني المنتخبنا الوطني كابتن حسام حسن بكرة بإذن الله أمور بإذن الله تبقى سهلة ومتسرة على منتخبنا الوطني إن شاء الله دي حكاية